موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أولا برحب بكم أهلا وسهلا وسعيد بلقاكم جميعا وألف مبروك وبهنيكم على اللي حققتوا هايز أقول لكم أنت فرحت كل الناس كل المصريين اللي شافوا النتاج اللي انت حققتوها واللي ممكن كمان ربني وفقنا في باريس ونحققها بيكم برضو إن شاء الله وبزمائلكم اللي موجودين هنا أو اللي موجودين في المعسكرات دلوقتي ربنا يوفقهم هشكركم أنتو شكر جزيل باسمي وباسم كل المصريين وأشكر كل القائمين على الإشراف اللي هم الجهاز الإداري والفني اللي بيقوم بترتيب كل شيء معاكم وده جهد كبير قوي منكم وبشكركم عليه دايما بنقول إن رياضة هي بتعكس هذا التحضر الدول والشعوب كل ما بيكون فيه نجاح وفيه تفوق وفيه مدليات أكتر المدليا بتعكس قدرة يعني مش معنا كنت حصلت على مدليا أيما كانت المدليا دي ذهبية أو فضية أو برونزية لكن هي بتعكس قدرة الدولة الدولة اللي بتتحصل على عدد أكبر من المدليات ده معنا إنه هم قدرتهم على المنافسة قدرة علي فأنا عايز أقول لكم إحنا في مصر عددنا كبير ماشا الله وبالتالي فرصتنا إن نبقى إحنا عندنا لعبين دوليين متميزين كبيرة لأن عندنا حجم شباب كبير لو خد فرصته وكلام ده لنا كلنا لكل المهتم بالرياضة لو خد الشباب الحقيقة فرصته كل دي شاب ممكن يبقى أو شاب يبقى عنده فرصة في لعبة معنا مش لازم كلنا نلعب يعني كرة القدم فقط أو لا اللعب كلها فمش عايز أطول عليكم أنا سعيد بل أنتم موجودين معنا النهاردة وسعيد بل أنتم حققتوا في إفريقيا وحبقى سعيد أكتر أو حنبقى كلنا السعادة أكتر باللي ممكن رباني سبحانه وتعالى لأنه طبعا من نفسها على مستوى العالم أكبر كتير من الأفريقيا وطبعا دول متقدمة جدا في مجال الرياضة بتبقى موجودة وبالتالي لو النتائج كويسة ده معنا أننا ماشيين في الطريق السليم بالمناسبة يعني أنا عايز أقول لكم على حاجة رغم أن يحرسنا على أن ده يبقى هدف أن نحن نحصل على بطولات وميدليات وكلام من هذا القبيل لكن صدقوني دايما يبقى اللي هو الإسلوب وتقديم نفسنا بشكل يليء بمصر يعني لو أنا النهاردة لعب أو لعبة موجودة خارج الدولة أو حتى داخل الدولة وكنت حريص جدا جدا في أن أنا ممارساتي وسلوكياتي كلها تعكس حجم كبير من التحضر والقيم الرفيعة صدقوني دايما بيبقى بغض النظر عن النتائج يعني بغض النظر عن إحنا نتحصل على نتيجة كويسة أو ما لكن ده جزء مهم جدا من فضلكم يعني مهمة أو أن إحنا كلنا نبقى حرسين علي اللي هو نفس الشريفة وأخلاق الرياضة المحترمة وخلي بالكم من النقطة دي أولا لأن يعني ده بيبقى محل تقيم من الناس اللي بتشوفنا وجوز كبير من الموضوع عن الناس بتشوف الناس دي سلوكياتها إيه وأخلاقياتها إيه مش بس نتائج اللعبة مرة تانية بقولوكو ألف مبروك أهلا وسهلا وسعيد باللي انتو حقرتوه ربنا يا رب يوفقكم وبرضو مش حنسى أقولكم أن انتو موجهوا بالنيابة عني الشكر لأساركم أنه هي يعني سحمة مسامة كبيرة جدا فيه اللي انتو وصلتول يعني شكري شكرا جزيلا شكري شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا